اشتركوا في القناة هذا وتكون فما خسائر في قطع المعز فيما يتعلق بنوع المعز واتباعا لذلك الفترة هذه كأنه هي شبيهة بالحرب على المعز وتحمل اسم جارة العنز نما خلافا لتجارب الأجداد اليوم كنا معنين بدفء الأجواء وارتفاة طفيف في درجات الحرارة السجلة من قناة بالأرقام لميزة نهاية الأسبوع المنقذي درجات حرارة ظهر هذا اليوم كانت من بين 17-21 درجة في حدود 14 بالمرتفعات الغربية للبلاد خصية تقصي اليوم شوفهم كل عادة من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي ولميز حالة سماء وظهور مجموعة من أسحاب المرتفع على كاملة البلاد لما خلال القدمة يكونوا معنين ببعض تغييرات أمطار محلية رادية من المتوقع يكون حاضرة بمناطق أقصى الشمال بيت برقة من ولاية جندوبة نفزة من ولاية باجة وإلى عدد مواطنديات ولاية بنزرت هبوب رياح تدريجيا قوية خصوصا في النصف الثاني من الليلة اتباعا لذلك تكون فهم تحذيراتهم الملاحة والسيد البحري ومن المتوقع كانوا درجة حرارة ليلة تكون من 9 إلى 13 درجة مئوية خلال يوم الغد إن شاء الله مؤشرات الغيث النفع تكون حاضرة في أغلب الجهات بكمية نسبيا متفاوتة أمطار متفارقة مواقع ترعادية تهم في مرحلة أولى مناطق الشمال الغربي تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال محليا الوسط والجنوب يبقى أبرز مؤشر جوي هو هبات ريحلقية بالمرتفعات وبالمناطق السحلية اتباعا لذلك نأكده كانوا نشارتنا مشكون تحذيرية بالنسبة للملاحة والسيد البحري ومع وصول كتال هواية البردة وهبوب رياح شمال انخفاض متوقعة في درجة حرارة خلافا للأرقام لماذا تظهر هذا اليوم كل عادة قدموكم قراءة سريعة لدرجة حرارة قصوة متوقعة بمختلف ولاية بلدنا بتونس الكبران توقع تراجع درجة حرارة قصوة لمستوى 16 قد نسجله 16 في نابل بقليبي 15 في بنزرد 16 في زغوان بمناطق شمال غربي درجة حرارة قصوة تكون في مصطلق 15 في تبرقى بباجا 17 في جندوبة 14 بكل المنسليانة والكاف بمناطق الوساط نتوقع تزيل الـ 14 بتالة 19 بالقيروان بجية الساحل بسوسة بالمنسير وبالمهدية درجة حرارة ظهرنا تكون في حدود 17 نتوقع تزيل 19 بسفاقس بوزور قارقنا بسيلي بوزيد درجة حرارة قصوة تكون في حدود 18 قد نسجله 14 في القاسرين وبمناطق الجنوبة الغربي درجة حرارة ظهرنا تكون في حدود 19 بكافس نتوقع تزيل 21 بتوزر 21 أيضا بيقبلي بقابس 19 وببقية مناطق الجنوب الشرقين البلاد بالنسبة لجزيرة تجربة درجة حرارة ظهرنا تكون في مصطلق 17 17 في مدنين بتطوين 19 فرمادة بالنسبة للملاحة السيد البحري بسوحنة شمالية منطقتين سيرات وخليشتون سريح تكون في أغلبها شمالية غربية سرعتها من 20 إلى 30 عقدة تتجاوز إلى 40 في شكل هبات والبحر يكون شديد الاضطراب بالسوحل الشرقية البلاد وصولا لخليش جابس ريح تكون من قطاع الجنوب ثم تتجه إلى شمالية سرعتها من 25 إلى 30 عقدة تصل مؤقتا إلى 35 وتتجاوز الـ 45 في شكل هبات والبحر يكون شديد الاضطراب إلى هائش كالعادة قد موكم فكرة حول حالة التقص ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية أجواء مغيمة بين واكشوة 30 درجة سماسا في أبدال البيضاء 18 قد نسجل ستاش بالجزائر مع نزول بعض الأمطار أجواء مشمسة بترابلو 22 نتوقع تواصل درجات حرارة في مستوى 34 بالخرطوم بالقهرة درجات حرارة ظهران تكون في حدود 21 بالبقاء المقدسة نتوقع تزيير 30 بالمدينة منورة 33 بمكة المكرمة سحب عامة قليلة بالدوحة 25 24 بأبوذبي 16 بمسقط أجواء مشمسة بالكويت وببغداد 23 وبالشرق الأوسط نتوقع مؤشر نزول الأمطار محلية ببيروت 16 درجة بعد سحب بدمسق 16 14 بالقدس الشريف أجواء برد نسبيا بإسطنبول محرارة ظهران لتتعادى مستوى 9 درجات مئوية وبأوروبا برما نتوقع وكونوا درجات حرارة قصوى تكون في مستوى 14 مع مؤشر الأمطار أمطار تتواصل بيفيونة سحب كثيفة ببرلين تقص بيرد محرارة لتجاوز 9 درجات بكل من أمستردام بريوكسل سبعة بجونيف أمطار ببريزة 12 في مرسيليا بمدريد 15 وبلاشبونة 16 درجة مع ظهور بعض السحب تطور الوضع الجو خلال الأيامات القليلة القادمة مؤشر الغيث النافع وتقالبات الجوية التي تكون الأمطار فيها بكمية ضعيفة إلى متوسطها قد تتواصل خلال اليوم الأربع بالشمال محليا بالوسط وبالجنوب يبقى أبرز مؤشر جوي هبوب ريحلقية بالمناطق السحلية بحركون هائج إلى شديد الهيجان بالشمال ومع استمرار تدفق الطائرات الهوائية الشمالية درجة حرارة تتواصل في نساقات تنازلي تكون في مستوى 13 بالمرتفعات أرقام قد تتروح من بين 15 إلى 19 في بقية مناطق البلد خلال اليوم الخميس يكونوا معانين بتواصل مواشرات الأمطار بالشمال وبالسواحل الشرقية في معدى ذلك تقصي كون أحيانا كثيفة سحب جمالا ريح تبقى في أغلب المياه قطع الشمالي تبقى قوية قرب سواحل ومعتدى داخل البلاد بحركون هائج إلى شديد الهيجان ودرجة حرارة قد تعرف ارتفاع طفيف في عدد من الولايات معيدة شروق والغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق الشمس إن شاء الله بيشكون في الساعة السابعة وسبع دقائق وغروبها في تمام الساعة السادسة مساء لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكروكم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني إلى رست الجوي موقع الويب تردوبلو في بوميتيو بونتيان الموازع الصوتي وتنجم تتفعل معنا أيضا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات الصلاة بمدينة تونس ومجورها اليوم الغد سالة صبح بدايةً من خمسة واربعون دقيقة دور من تصفى نهروا أربعون دقيقة سالة عصر في الساعة الثالثة واربع وثلاثين دقيقة سالة المغرفة في الساعة السادسة ودقيقتان وسالة العشاء بإذن الله في الساعة السابعة وسبع عشرين دقيقة ختاما شكرا على حصم تابع الاهتمام إلى اللقاء